وصلنا اليوم إلى مبرهنت عكس تالس في المسلس هدف درسنا لهذا اليوم أن يتعلم الطالب مبرهنت عكس تالس في المسلس في وقت لاحق شرحنا مبرهنت تالس في المسلس لنتذكر معاً مبرهنت تالس في المسلس كان لدينا مستقيم يوازي أحد أضلاع مسلس رح يحدد على الضلعين الباقيتين قطع متقابلي أطوالها متناسبة وإننا نحن في هاي الحالي رح يكون عنا ثلاث حالات إما المستقيم دي يقطع المسلس من داخل يقطع الضلعين بحيث يكون هو داخل المسلس ويمكن المستقيم دي يقطع امتداد الضلعين من جهة الضلع الموازئ له ويمكن المستقيم دي يقطع امتداد الضلعين من جهة الرأس كان شرطنا لتطبيق تالس في المسلس أن يكون المستقيم يوازي أحد الأضلع فلما بيكون عنا مستقيم يوازي هذا المستقيم يوازي أحد أضلع المسلس نستطيع أن نطبق تالس ماذا نحصل؟ نحصل على قطع متقابلي أطوالها متناسبة عكس تالس في المسلس ما هي مبرهند؟ العكس لتالس في المسلس شبت أنه إذا عين مستقيم على ضلعين في مسلس أو على امتدادهما من جهة الرأس المشترك لهما أو على امتدادهما من الجهة الأخرى قطعا متقابلة أطوالها متناسبة كان هذا المستقيم موازيا للضلع السلس إذا عكسناها لمبرهن التالس في المسلس كان عنا في التالس المستقيم يوازي أحد الأضلع؟ لا هلأ المستقيم يقطع أحد الأضلع؟ يقطع ضلعين في مسلس؟ بحيث يحقق نسبي حتحقق التناسب أنه عنا قطع متقابلة أطوالها متناسبة إذا تحقق هالتناسب فالمستقيم يوازي أحد الأضلع إذن عنا مستقيم عين على ضلعين في مسلس ويمكن على امتدادهما قطع متقابلة أو دي قطع راح تكون معنا متقابلة أطوالها متناسبة كان هذا المستقيم موازيا للضلع السلس نتذكر معا الفرض إذن لدينا الفرض عبارة عن شو مسكور بالمبرهنة مسكور مسلس نذكر لدينا ABC مسلس مسكور مستقيم هذا المستقيم شو صلته بالمسلس؟ يقطع ضلعين المسلس AB وAC في N و M على الترتيب كمان عطانا شغل الثاني قال A-M A-M حقق تناسب شو هذا التناسب؟ عبارة عن قطع متقابلة أطوالها متناسبة A-M على A-N يساوي M-B على N-C لحظة القطع A-M على A-N لاحظة A-M على A-N قطع متقابلة تمام؟ باخد قطعة بالبسط ومقابلته في المقام يساوي M-B على N-C كمان M-B مين تقابل؟ تقابل N-C إذن أخذنا قطع متقابلة أطوالها شو راح تكون؟ متناسبة بالنسبة للمسلس هذا الكبير A-M نفس الطريقة A-M للأخير لهون تمام؟ نوقف على مين بيقابل على القطع الثاني؟ A-N تساوي M-B على N-C والقطع هون طبعا المستقيم هذا لدينا المستقيم كذلك A-M على A-N يساوي M-B M-B على N-C تمام؟ إذن صارت عنا قطع متقابية أطوالها متنسبة هذا التناسب بنكتب معنا بطرق عدي راح نتعلم نستخدمون في المسائل الطلب شو بيستفيد منه؟ المستقيم يوازي الضلع السالسة إذن هو قطع ضلعين فيه مسلس به تناسب عبارة عن قطع متقابلة متناسبة بس تتحقق هالتناسب معناته راح يوازي دي الضلع السالسة في ذلك المسلس هيك بيكون مش مطلوب منه بالنسبة لمبرهان تعكس الثالس غير إنه نحفظه ونعرف وين تطبع البرهان مش مطلوب منه إذن فورا منبتدي موسيقى